الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثير الظاهر والباطن التوفيق الله عز وجل نجتمع في هذا المكان الذي يسأل الله أن يزي أهله خيرا حياءهم وأمواتهم لنقرأ كتاب الله عز وجل ونتدارسه بما بيننا وهذا من فضل الله عز وجل علينا ونقرأ من تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى وجزاء الله أنه خير ونحن في ليلة الجمعة ليلة الواحد والعشرين من جمادة الآخرة لعام تسع وثلاثين واربعمائة ألف الموافغ ليلة التاسع من الشهر الثالث لعام ثمانة عشر وألفين وقد وقفنا على سورة العصر نعم أقرأ السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر أقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومن شيخنا وجميع المسلمين اللهم أمين قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر والخاسر ضد الرابح والخسار مراتب متعددة والخسار مراتب متعددة متفاوتة قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات طيب الحمد لله هذه السورة العظيمة سورة العصر هي مكية وتقدم مع مرارا أن القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة فهذه السورة مكية نزلت قبل الهجرة لو نزل قرآن بعد الهجرة ولو في مكة كما في حجة الوداع يعتبر ليش قرآن مدني ولو نزل القرآن لا في مكة ولا في المدينة في تبوك مثلا في الطريق في الحديبية فينظر إن كان نزل قبل الهجرة فيسمى مكي وإذا كان بعد الهجرة يسمى مدني صدر الله جل على هذه السورة بالقسم فقال والعصر والعصري الو حرف قسم والعصر مقسم به والذي يقسمه من هو الله عز وجل والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه أما ما شرع لنا فلا نقسم إلا إلا بالله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إنهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالما فليعل بالله أو ليصمت وجاء من الوعيد الشديد فقال النبي فيه صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك بعض العلم يقول حتى هذا الحلف بالله وإنما فيه حذف يعني ورب العصر لكن لا داعي لهذا فالذي أقسم هو الله عز وجل وإنما يقسم بمخلوقات عظيمة يقسم بمخلوقات عظيمة تدل على عظمته جل وعلا واختلف المفسرون من المراد بالعصر هنا رجع الشيخ العصر قال هو الليل والنهار العصر قيل هو الدهر الزمن اسمه العصر وقيل العصر المراد به فترة العصر على كل حال هذا أو هذا لكن ليهم أرجح قد يكون فترة العصر أرجح لماذا؟ لأن الله عز وجل أقسم بالليل وأقسم بالفجر صح؟ قال والفجر والليل عشر قال والليل إذا يقشى وأقسم بالضحى فقال والضحى فكما أنه أقسم بالليل وأقسم بالضحى وأقسم بالفجر فما المانع يكون أيضا أقسم بالعصر وهو فترة العصر وهي ما بين بعد يعني وقت صلاة الظهر إلى المغرب تسمى فترة العصر على كل حال هذا أو هذا المقصود أن الله عز وجل أقسم فالذي أقسم هو الله عز وجل وحرف القسم الواو والمقسم به العصر والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر فأقسم الله عز وجل بأن محل أفعال العباد وأعمالهم إن كل إنسان خاسر والخاسر ضد الرابح وهذا أمر مخيف جدا يستوجب للعبد أن يخاف أن يكون ممن أقسم الله عز وجل بأنه من جملة الخاسرين يجب على المسلم أن يتقظ وأن يعي وأن يستوعب هذا الخبر من الله عز وجل وأن لا يمر عليه مرور الكرام بل هذه السورة من أجل السور القرآن فيها خبر من الله عز وجل والله جل على قوله الحق ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة فأقسم الله وهو الخالق الذي لا تخف عليه خافية بأن عامة البشر في خسر والخسر ضد الربح والخاسر ضد الرابح والخسران هذا يكون في الآخرة كما أنه يكون في الدنيا لكن الدنيا خسارتها لا شيء بالنسبة للآخرة فإذاك الله عز يقول قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين فمن خسر آخرته فإنه لا ينفعه ربحه أي شيء لو ربح أموالا أو جاها أو جمالا أو سمعة أو ولدا أو زوجات أو الآخرة لكن خسر آخرته لا شيء غمسة واحدة في النار تنسيه كل نعيم الدنيا قال جل وعلا قل إن الخاسر الذي خسروا أنفسهم وهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لأن من خسر آخرته فإنه يدخل جهنم ولا يخل منها أبدا وأعظم ما يفرج على الإنسان أن هذه الشدة ما ألهن تزول لو أي مصيف تصيب للإنسان يقول الشدة وتزول حتى لو وفات قريب عزيز يقول شدة وتزول كيف تزول؟ يعني المصيبة تبدأ كبيرة يعني لو سمع إنسان خبر وفات أحد والده ألصق الناس به فالخبر هذا مفجع بالنسبة له لكن اليوم الثاني سيكون خبر سيكون أثر الصدمة أقل ثم أقل فأقل فأقل ثم ربما يضحك ويتذكر بعض المواقف المضحكة لوالده أو لوالدته لماذا؟ لأن المصيبة تبدأ كبيرة ثم تصغر 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 أما مصيبة الآخرة ما تصر مصيبة تامة عذاب مقيم كلما أراد أن يخرج منها وعيدوا فيها يأتي الموت من كل مكان وما هو بميت خسران عظيم يصيب الإنسان كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فالعاقل الموفق المسلم المؤمن يحسب حسابا لهذا اليوم العظيم المقوف بين يدين الله وعلى الزوجة ألا يظنوا لك أنهم مبعوثون اليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين والله سائلك عن كل صغير وكبير عن أقوالك عن نظراتك عن ما تسمع عن ما تنظر عن ما تأكل عن ما تحب عن من تبغض قل إن السمعة والبصر والفواد كله لك كان عنه مسؤولة ومن يعبن مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعبن مثقال ذرة شر يرى يعني تصوروا يقسم الله عز وجل بأن عامة الناس في خسران فقال والعصري إن الإنسان لفي خسر وفي هذا التوكيد آخر وهو إن هذا الحرف يفيد التوكيد فالتوكيد الأول قسم فقال والعصري والتوكيد الثاني إن فقال إن الإنسان وفي توكيد ثالث وهو قوله لفي خسر اللام هذه لفي تفيد أيضا التوكيد تسمى اللام مزحلق للتوكيد أيضا فتوكيد بعد توكيد بعد توكيد والقائل من الله عز وجل فيقسم الله ويؤكد بأن واللام على أن الإنسان لفي خسر ومن المراد بالإنسان يعني جنس الإنسان الإنسان مراد به جنس الإنسان يعني البشر يعني الناس الإنسان اسم جنس ليس له جمع من من لفظه المراد لفظ جمع إنسان ناس جمع إنسان بشر فأقسم الله أن عامة البشر لفي خسر ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا ومن المعلوم في لغة العرب أيهما أكثر المستثنى ولا المستثنى من المستثنى ولا المستثنى من المستثنى منه أكثر فالأكثرية من البشر لفي خسر والأقلية إلا يعني ما بعد إلا يقال عنه ناس مستثنى وما قبل إلا يقال عنه المستثنى منه ويهما أكثر هل مستثنى منه ألا المستثنى المستثنى منه فعمت البشر في ضلال عمت البشر في غصران عمت البشر كفر عمت البشر ملحدون فأنت أين موقعك مع القلة ولا مع الكثرة الأمر مخيف جدا كما لو قيل مثلا في نتائج أي فرز فيقال مثلا الفصل كلهم رسبوا وعددهم مئة قال إلا عشرة اللي يقلب عضانيش الواحد يخاف أن يكون من أكثر من تسعين فالأمر مخيف جدا ويا ليت الأمر كما يظن البعض أن المستثنى أقل بقليل من المستثنى قد أخبر النبي أن أهل النار من بني آدم من بني آدم من كل ألف من بني آدم من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار واحد إلى الجنة نشوف نسبة كبيرة جدا حتى شق ذلك على الصحابة قالوا يعني هلك كل ألف واحد كل ألف واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج من كل ألف من أهل النار تسعمائة وتسعة تسعون من يأجوج ومأجوج وواحد من بقية البشر إذن هم كثير جدا الخاسرون كثيرون جدا ما يحصيهم إلا الذي خلقهم جل وعلا كلهم إلى النار فمن خسر آخرته ذهب إلى النار والنار شديدة وقعرها بعيد وسعتها ما يعلمها إلا الله عز وجل ومهما يلقى فيها تقول هل من مزيد فلذلك المسلم يخاف جدا من هذه السورة صحيح أن السورة قصيرة لكن تحمل معاني عظيمة أولها هذا القسم وهذا التوكيد بعد التوكيد على أن عامة الناس فيه في خسر نسى الله نجينا طيب من هؤلاء الناجون المستثنون فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا من التصفى بأربع صفات قال الشيخ نعم قال الشيخ الإيمان بما أمر الله بالإيمان به ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به استمر والعمل الصالح وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة تمام استمر والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح أن يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويراغبه فيه نعم والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة فبالأمرين الأولين يكمل العبد نفسه وبالأمرين الآخرين يكمل غيره وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم نعم استثنى الله عز وجل الناجين من الخسران المبين وهم الذين يتصفون بأربع صفات فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا آمنوا بماذا بما يجب الإيمان به والإيمان في لغة العرب معناه التصديق والإقرار لكن في الشرع معناه يختلف له أصول فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حد جبريل لما سأله جبريل وقد جاء على صوت رجل ما الإيمان قال إيمان تؤمن بالله وملاعكتي وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر هذا في ذكر أصول الإيمان أو قل أركان الإيمان وأيضا يعرف الإيمان بأشمل من ذلك وأوسع هذه أصوله لكن هو أوسع من وليس أصول فحسب بل هو أصول وما ينبني عليها أو ما يبني على هذه الأصول فقالوا فقالوا عند أهل السنة الإيمان تصديقهم بالجنان وقولهم باللسان وعملهم بالأركان أي بالجوارح يزيدوا بالطاعة وينقصوا بالمعصية وينشد قل يزيدوا بطاعة الرحمن وينقصوا بطاعة الشيطان حتى يكون خمس نونات كما يقال تصديقهم بالجنان أسهل الحب وقولهم باللسان وعملهم بالأركان يزيدوا بطاعة الرحمن وينقصوا بطاعة الشيطان وعلى هذا سيكون حينئذ المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي المعنى اللغوي ماذا معنى الإيمان يعني تصديق وقد جاء معنىه اللغة في القرآن في قول جل وعلا على لسانة أخوة يوسف أنهم قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادق يعني وما أنت بمصدق لنا أما المعنى الشرعي فهو اعتقاد وقول وعمل وقد وقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة الحق ومن خالفهم من الخوارج والمعتزلة والجهمية المرجعة والحق ما دل على الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة حتى أن الإيمان بخير رحمه الله تعالى يقول أنه لقي ألف عالم شف في عصر عصر العلماء كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قول وعمل القول يقوله القلب ويقوله اللسان والعمل اللسان له أعمال والجوارح له أعمال والقلب له أعمال وهذا الإيمان يزيد وينقص فمن أخلى بشيء من هذا في اعتقاده فقد أخلى بالإيمان ولا أعرف الإيمان كما أوجب الله علينا أن نؤمن فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا فأمر الله أن نؤمن قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل لي من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكة وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد رسله وقال سمعنا وأطعنا أفرانك ربا وليك المصير هذا الإيمان واجب علينا أن نؤمن ولكي تنجوا من الخسران لا بد أن تؤمن فقد استثنى الله عز وجل من الخاسرين من آمن فمن آمن فقد نجى ومن لم يؤمن فهم الخاسرين وكم أركانه قيل خمسة وقيل ستة هي خمسة ولا ستة ها ستة لكن بعض العلم يقول خمسة لماذا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر خمسة ثم أكد على الإيمان بالقدر توكيدا فقال وتؤمن بالقدر على سبيل التوكيد على الإيمان بالقدر وما أكثر ما يقع الناس في الزلل في باب القدر فلما كرر الفعل وقال وتؤمن بالقدر دل على أن القدر ليس ركنا مستقلا وإنه مجرش للتوكيد فقال وتؤمن بالقدر وإلا الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله لأن القدر كما هم معلوم له مراتب أربع العلم والكتابة والمشياء والخلق فالعلم علم الله والكتابة ما كتبه الله مقادر كل شيء والمشي مشيئة الله شاء أن يخلق ثم أن الله خلق خلق كل شيء فقدره التقدير إن كل شيء خلقناه بقدر أي علمناه وكتبناه وشئنا أن نخلقه فخلقناه فلو لاحظنا أن وجدنا القدر ماذا يا أخوان هو من الإيمان بالله فمن قال أصول إيمان خمسة أراد ماذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومن قال ستة قال والإيمان بالقدر هو الركن السادس طيب ومن يقول أنه خمس ركان قال لأن الإيمان بالقدر أكد عليه النبي على صلت它 لم لا لأنه ركن سادس وإنه هو للتوكيد عليه وإلا هو من الإيمان يعني إذا قيلك الآن أركان إيمان 5 أو 6 ماذا تقول تقول 6 أو 5 إذا اعتبرنا الإيمان بالقدر ركنن فيصدر كم أركان إيمان 6 وإذا اعتبرنا هو توكيد على الإيمان بالقدر وهذا أركانه 5 أعظم هذه الأركان وأصل هذا الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل وذلك بقية الأركان هي تابعة للإيمان بالله حتى قال أن تؤمن بالله قالوا ملائكتي كتبي رسلي اليوم الآخر فأصل الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل وحتى يصح إيمانك لابد أن تؤمن بأن الله موجود وهذا أمر لا ينبغي حتى أن نطيل كلام فيه لأن هذا موضع اتفاق ما ينكر واحد إلا على سبيل المكابرة فالكل يقر بأن الله موجود حتى البهاء حتى الحشرات فالله موجود جل وعلا ثم أن تؤمن بربوبيته أي أن الله عز وجل فعال لما يريد منفرد بأفعاله وحده جل وعلا خالق لكل شيء وحده مالك لكل شيء ووحده جل وعلا لا شرك له مدبر لكل شيء ألا له الخلق والأمر هو الخالق وهو الآمر فلا شرك له بأفعاله فتؤمن بالربوبية أي أن الله هو رب كل شيء خالقه ومالكه ومدبره لا شريك له وهذا الإيمان بالربوبية لا يكفي الاقتصار عليه أن يكون به الإنسان مؤمنا فمن آمن بالربوية واقتصر على ذلك لا يصحوا إيمانه مع أن الإيمان به لا بد من من لا يمؤمن بالربوية فليس بمؤمن ومن اقتصر على الإيمان بالربوية فليس بمؤمن ما لم يؤمن بجميع إيمان فالإيمان بالربوية هو الإيمان بأن الله عز وجل رب العالمين رب كل شيء خالق لكل شيء منفرد بأفعاله خلق كل شيء فقدره التقدير رب العالمين رب السنة الأرض ما بينهما وأنه جل وعلا مالك يوم الدين مالك الملك قل اللهم مالك الملك وأنه جل وعلا مدبر لجميع خلقه لا يخرج عن سلطانه شيء من خلقه فهو لا شريك له بأفعاله ثم الإيمان بألوهيته إذا الإيمان بوجوده والإيمان بالربوبيته والإيمان بألوهيته وهو الإيمان بأن الله هو الإله الحق الإله الحق المستحق للعبادة فكل من سوى الله لو اتخذ معبودا واتخذ إلها فهو معبود بالباطل أما الإله الحق المستحق للعبادة هو الله جل وعلا وحده قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير وقال جل وعلا لا إله إلا الله لا إله إلا أنت لا إله إلا هو فمعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله أو لا معبود يستحق العبادة إلا الله أو لا معبود مستحق للعبادة إلا الله وكل من سوى مهما عظم ولو كان من الملائك المقربين أو الأنبياء المرسلين أو الأولياء الصالحين أو الشمس أو القمر أو إنس أو جان أو صنم أو وثن كل من سوى الله إن عبد فهو معبود بالبعض المعبود بحق هو الله وحده قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون هو ولده له ما في السماوات وما في الأرض فالله عز وجل هو المعبود المستحق لعبادة أنت تؤمن بأن الله هو الإله الحق ومع إيمانك بأن الله هو الإله الحق المعبود بحق تعبده فمن أقر بأن الله قال نعم أنا أقر بأن الله هو الإله الحق ولم يقم بعبادته ما نفع هذا الإيمان لابد مع ماذا مع الإيمان بألوهيته عبادته سبحانه وتعالى ولذاك ربنا جل وعلى خلقنا لعبادته فقال وما خلقت الجن عنس إلا ليعبدوني فأمر لعبادته خلقنا لعبادتي ولذاك خلقنا لعبادتي وآمرنا أن نعبده فقال يا أيها الناس أعبدوا ربكم أعبد ربكم فلابد من عبادة الله عز وجل فمن أقر بأن الله هو الإله الحق وأعرض عن عبادة الله أو استكفر عبادة الله فليس بمؤمن طيب ومن أقر بعبادة الله عز وجل وعلوهيته وعبده لكن لم يخلص العبادة وإنما عبد الله وعبد معه غيره فهذا من؟ هذا المشرك إذا لا يكفي أن الإنسان يعبد الله لابد مع عبادة الله أن لا يعبد معه غيره فإن عبد الله وعبد معه غيره صار مشركا وهذا حال المشركين من السابقين والأولين والحاليين فكل مشرك تجد يعبد الله وعبد معه غيره وهذا لا ينجو ما دم يعبد غير الله عز وجل مع الله حتى لو عبد الله لكن إذا عبد غير الله مع الله حبط عمله أصلا يعني عبادة التي لله حبطت لما عبد غير الله مع الله قال جل وعلا لأين أشركت لا يحبطن عملك وهذا قال الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك يعني يا رسول الله وإلى الذي من قبلك لأين أشركت لا يحبطن عملك وإن كنت رسول الله وهو حاشا أن يشرك بالله ويقول الله له هذا فكيف بمن هو دون الرسول عليه الصلاة والسلام كل من أشرك بالله حبط عمله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك يعني المرسلين الذي يحبطن عملك لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكم من الشاكرين وقال جل وعلا بعد أن ذكر بعض الأنبياء في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعمل وإن كانوا أنبياء فلذلك المسلم يجب علي أن يحذر من الشرك من كبيره وصغيره من ظاهره وخفيه لا يشرك بالله عز وجل فإذاك ربنا جل وعلا يقول وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويقول جل وعلا قل تعالوا أتلم ما حار ربك عليكم ألا تشركوا به شيئا ويقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ويقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين ويقول الله عز وجل وإياه فاتقون وإياه فارهبون وإياه فاعبدون فالواجب على المسلم أن يخلص وهذا المعنى المفهوم من الآية جاء في حيث قدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركة عن الشركة من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشركه أما أن يكون لله وحده وإلا الله لن يقبل من عبد مهما قدم الأعمال لن يقبل منه إن كان يشرك بالله عز وجل بل لو أنه قام بعبادة إخلاص لله عز وجل وقام بعبادة أخرى أشرك بالله عز وجل فهذا الشرك يحبط جميع الأعمال حتى العبادة المفهة الشرك شوف خطورة الشرك حتى العبادة المفهة الشرك مدام نسأل عنده شركيات شركه هذا يحبط جميع الأعمال لأن أشركت لأحبط النعم خطير الشرك ولذلك سماه الله ظلما عظيما فقال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم لماذا ظلم عظيم لأن الظلم هو وضع الحق لغير صاحب لو تخاصم اثناء عند قاضي على عين ما بيت ولا أرض ولا سيارة وهي لفلان فقام القاضي وجعلها لفلان ظالم ولا مش ظالم لماذا الحق لفلان وضعه لفلان فلما أعطى الحق لغير صاحب فهو ظالم طيب العبادة حق من حق الله عز وجل فمن وضع العبادة لغير الله عبد غير الله عز وجل فقد ظلم فقال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم لأن العبادة حق الله عز وجل فمن صرف حق الله لغير الله فقد ظلم ظلما عظيما كما قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يعني لم يختلط إيمانهم بالشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالأمن التام والهداية التامة بعدم الشرك وأخطر آية يقول بعض العلم أخطر آية ذكر الله فيها خطورة الشرك هي قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومال الظالمين من أنصره خطير جدا الشرك يعني تخيل وتصور وفكر وتدبر مصير هذا الإنسان الذي حرم الله عليه الجنة وذهب النار ولن يخرج منها فيه خسران أكثر من هذا فيه استئناف فيه رجعة فيه استرحام فيه أمل فيه بصيص أمل فيه لا الجنة عليه حرام ومأواه النار ومال الظالمين من أنصر وذلك لأن الله لا يغفر الشرك أبدا قال جل وعلا إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذاك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال في الآية أخرى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذاك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فأعظم المهلكات الشرك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيحين حديثه وغيران قال اجتنب السبع المبيقات المهلكات قال وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله أول سبع المبيقات وأعظمها الشرك بالله أعظم من الزنا أعظم من الفواحش أعظم من الظلم ظلم العباد أعظم من سفك الدماء أعظم من أكل الموال بالباطل أعظم من ربا أعظم من ظلم الأيتام أعظم من ذلك كله الشرك بالله فلو لقيت يا عبد الله ربك بأي ذنب دون الشرك فيرجلك حتى لو عذب الإنسان إن لم يشرك بالله فإنه سيعذب إلى أمد لا إلى العبد لكن الشرك الأكبر فإن صاحبه مخزي في الآخرة في عذاب مقيم لا يخل من النار أبدا العياذ بالله فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم أو قال ألا أخبركم بأكبر الكبار قال أبنى يا رسول الله قال اشراكم بالله وقال ابن مسعود كما فصل يعني أيضا يا رسول الله أي ذنب أعظم أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الله قال لك وتجعل له ندا قال قلت أن ذلك الأعظيم ثم قال أن تقتل ولدك الولد اللي يعني محل الشفقة الناس تقاتب من أجل أولادهم فيأتي هذا هو يقتل قال مخافة أن يطعم معك شئت الشرك أشنع من هذا وأعظم من هذا قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك يفعل الزنب بزوجة الجار الجار لو حق عليك عظيم بدل لا تحفظ عرضه تذهب وتفعل لا الشرك أعظم من هذا أيضا الشرك أعظم ذنب عصي الله به فيذاك لو قضيت عمرك كله تتعلم التوحيد والشرك تعلم التوحيد حتى توحد الله وتتعلم الشرك حتى تجتنب الشرك هذا ليس بكثير ليس بكثير واعلم اعلم جيدا إذا وجدت في نفسك أو وجدت غيرك يضيق صدره من ذكرة التوحيد فهذا على خطر عظيم اعرف إنه فيك أو فيه إنه كيف الإنسان يتضايق من التوحيد ما قلق إلا من أجله أنت ما قلقت إلا لي تعبد الله ما قلق إلا لتعبد الله سبحانه وتعالى فكيف يضيق صدرك من توحيد الله عز وجل وما خلقت الجن وإنسا إلا ليعبدوني يعني إلا لوحدون كما قال المسعود كما قال ابن عباس تضل عنهما وما خلقت الجن وإنسا إلا إلا ليعبدوني ما أريد منهم الرزق يعني كما يريد العباد من الأسياد من عبيدهم قال ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو هو الرزاق ذو القوة المتينة فالتوحيد ما يضيق صدر أحد منه إلا هو مشرك أو فيه الشرك أو فيه فساد في اعتقاده وفي توحيده فإذا يقول الله وإذا ذكر الله وحده ما أزدت قلوب الذين لا يمنى بالآخرة وإذا ذكر الله من دونه إذا هم إذا هم يستبشروا فانتبه يا عبد الله لا بد أن ينشرح صدرك للتوحيد وإلا أنت على خطر عظيم حتى لو درسته مرارا متكرارا حتى لو ما يسأل منه الموحد ما يسأل من التوحيد من حطم الأسلام التي كانت تعبت في في زمن إبراهيم على السلام من حطمها إبراهيم نفسه الخليل هو الذي حطم الأسلام وكفر بها ومع ذا كان يقول في دعاء لله واجنبني وبني أن نعبد أسلام هنا هل العلم وقف وقفه قالوا من يأمن على نفسي بعد إبراهيم إذا إبراهيم خليل الرحمن واتخذ الله إبراهيم خليلا إبراهيم عليه السلام الذي تحمل في سبيل دعوة التوحيد حتى ألقيه في النار عاداه قومه منهم أبوه وألقيه في النار وهاجر وتحمل حتى شهد له ربه جل وعلا بأنه أتم كل ما أبتله الله به قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ومع ذلك هذا النبي الكريم أبو الأنبياء أو إمام الحنفاء يدعو الله أن يجنبه عبادة الأصنام قال واجنبنا بنيا أن نعبد الأصنام قال ومن يأمن على نفسه بعد إبراهيم فلابد للمسلم أن يكون واعيا أن يكون حذرا أن يكون فاطنا يسعى إلى توحيد الله عز وجل ويخشى أن يقع في الشرك قال الإيمان بألوهيته لابد أن تقر بأن الله مستحق العبادة وأن تعبده وأن تخلص له العبادة لا تشتك بالله شيئا وفي أمور أيضا تتعلق بهذا كالولاء والبراء الولاء الموحدين والبراء المشركين وأن تكون هذه العبادة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله كما أمرك الله كما قال جل الله عليه فاستقم كما أمرت فما تتقرب بالله عز وجل إلا بإذن من الله سواء كان وضوء أو صلاة أو صيام أو حج أو زكاة أو ذكر أو قراءة قرآن كل عبادات يجب أن تعبد الله كما أمرك الله كما أذن لك وأن تكون على منهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طيب الإيمان أن تؤمن بالله وتؤمن بملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر وهذا يطول لو دخلنا فيه ولكن لعل له درس آخر ثم يقول إلا الذي آمنوا وعاملوا الصالحات نحن قلنا أن الإيمان قول وعمل ولا لا فلماذا يقول الذي آمنوا وعملوا قالوا لأهمية العمل لا لأنه شيء خارج عن الإيمان العمل من الإيمان العمل من الإيمان لا يمكن أن ينفق عنه حتى ربنا جل وعلا سمى الصلاة وهي عمل سمى إيمان قال وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم اللي صليتموه إلى مسجد الأقصى قبل أن تنسق القبلة فيذكر الله جل وعلا العمل الصالح بعد الإيمان للتوكيد عليه وهميته ما المعنى الإنسان يؤمن بلا عمل وعد يؤمن بأن الله واحد لا شريك له معبود بحق مأمور بأنه يعبده ولا يشترك به شيئا وإلا به يتوقف لا يعبد الله ولا يخضع له ولا يتذل له ولا يدعوه ولا يحبه زيش فعلة الإيمان لا بد أن تعرف هذا إن كثيرا مننا ومن غيرنا يؤمن بأن في جنة وفي نار وفي صراط وفي ميزان وفي صحف وفي طيب ما هو الأثر الإيمان هذا طيب تعرفنا في ميزان وحسنات وسيئات تعرف القصاص يوم القيامة الحسنات وسيئات تعرف في جنة وفي نار تعرف في صراط راح تمر عليه تعرف في حوض يشرب منه من يشرب ويذاد عنه من يذاد تعرف أن الموت يذبح يوم القيامة بين الجنة والنار تعرف أنه في خلود في الجنة أو خلود في النار طيب ما هو أثر هذا الإيمان إذا آمنت أمر ليس أمر كما يقال نظري معلومات أذكر الكاليمان فتذكر الست أذكر ماذا تعرف عن مثلا حوال يوم القيامة أتقوا والله بعث ونشور وحساب وصعف وميزان وصراط وجنة بعدين ما الذي عملت لما علمت هذا العلم ثمرة العلم ماذا يا أخوان ها العمل فإذا قيل ماذا هتف العلم بالعمل فإن استجاب ألا ارتحل العلم كأنه شخص يقول العمل تعال يهتف فيه تعال أتى العمل ولا انصرف العلم يعني حتى الذي يعلم إذا ترك العمل ينسى هذا العلم ويذهب العلم يذهب وكم من إنسان انتكس وذهب علمه وإن كان يعلم فلا بد من تثبيت هذا العلم بالعمل فالإيمان لا يمكن أن يتم إلا عن علم والعمل لا يتم إلا عن عن علم والإيمان المتكوم من علم وعمل من قول وعمل في ذلك يقترن العمل بالإيمان في مواضع كثير مكتاب إن الذي آمن عن الصالحات عشرات الآيات إلا الذي آمن وعمل الصالحات والذين آمن وعمل الصالحات فالعمل بالعلم ولا عمل بالعلم يعني أن يأتي الإنسان أن يعمل قبل أن يتعلم لا يمكن لأي مهنة لأي مجال أول شيء ماذا تفعل تعلم بعدين تعالج تعلم بعدين تزرع تعلم بعدين تربي بهايم تعلم بعدين صلح مكاين أول شيء تعلم بعدين تعمل فكيف عاد الإيمان بدون علم لا تتعلم بعدين تعمل فلذلك قال إلا الذي آمن وعمل الصالحات وتواصوا تواصي تواصي تفاعل يعني يحصل من أكثر من طرف فمعنى تواصل يعني وصى بعضهم بعضا بالإيمان والعمل الصالح يكمل إنسان نفسه بالتواصي بالحق والصبر يكمل غيره فهذا المسلم الذي وفقه الله آمن وعمل تعلم وعمل وجد هذا الخير ليس يعني قاصر على نفسه وليس بخيلا فيه على غيره فأخذ يعلم الآخرين وهذا مرتبة عظيمة فقال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين تتعلم وتعمل وتدعو تعلم غيرك تأمر بالمعروف تنع المنكر تنصح توصي تخطب ذكر وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فهؤلاء الناجون التفاوتون ليس الناس كلهم درجة واحدة في الإيمان ولا في العمل ولا في التواصل ولا في الصبر التفاوتون تفاوت عظيما فإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم وعمله ودعوته وصبره أكمل من إيمان أي عبد وعمله أكمل من أي عمل عامل من أي عمل عامل ودعوته أكمل من أي دعوة وصبره أكمل من أي صبر فهذا يصن دعوة إلى أن الإنسان يزيد في إيمانه وفي عملي وفي دعوتي وفي صبره فلما تعلموا وعملوا من ماذا ناجون من الخسر والعصر للإنسان لفي خسر أخذ يكمل بعضهم بعضا فتواصوا بالحق أي وصى بعضهم بعضا ونصح بعضهم بعضا وذكر بعضهم بعضا وعلم بعضهم بعضا وأمر بعضهم بعضا ونهى بعضهم بعضا فأخذوا ينشرون هذا الدين ويتواصون به فقال إلا الذي آمن عنه الصالحات وتواصوا بالحق قال العمل يقول وهذا والعمل الصالح يقول الشيخ ابن سعدي وهذا شام الأفعال خيري كلها الظاهر والباطنة في أعمال الظاهر في أعمال باطنة صح أعمال باطنة مثل ماذا أعمال القلوب كالإخلاص كالخشوع كالخشية كالخوف كالحياء كالرغبة كالرهبة كالحب في الله البغض في الله قلب له أعمال كثيرة كذلك أعمال ظاهرة والظاهرة هذه تكون باللسان وبالجوارح كالنطق بشاهدة الله الأذكار قراءة في الصلاة قراءة القرآن الأمر المعروف نعم منكر الكلمة الطيبة الحسنة لسان له عبالات كثيرة ظاهرة كذلك الجوارح كالحج والعمرة السعي الطواف الصيام الركوع السجود السعي الأرمان المسكين بر الوالدين أيضا جوارح لأعمال كثيرة كذلك الأعمال هذه تنقسم إلى حقوق حقوق الله وحقوق العباد في حقوق الله عز وجل كالصلاة والصيام والعمرة والحاج وفي حقوق العباد كالإحسان كالبر ككف الأذى يماط الأذى عن الطريق ففي أعمال حقوق العباد وفي أعمال حق لله عز وجل فعمل الصالحات يشمل ماذا وماذا الأعمال التي من حقوق الله والأعمال التي من حقوق عباد الله ثم قال وتواصل بالحق قال الحق هو الإيمان العمال الصالح أن يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغب فيه ثم قال وتواصوا بالصبر مثل ما قلنا وتواصوا بالحق يعني وصى بعضهم بعضا بالحق فما معنى التواصى بالصبر يعني وصى بعضهم بعضا بالصبر الصبر على ماذا قالوا الصبر على المقدور الذي قدره الله عزيز الأقدار المؤلمة التي تصيب الناس التي لا ينجي من أحد ما في أحد ما يموت لميت وما في أحد ما يخسر وما في أحد ما يمرض يوم لك يوم عليك يوم تساء ويوم تسر ما في أحد واقي هكذا من غير بلاء ايش بقي للجنة إذا كان الناس لا يبتنوا في الدنيا هذه حال الدنيا فالأقدار المؤلمة ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتوا مصيبة قالوا إنا لله وإنا يراجعون كلمة عظيمة هذه إنا لله يعني إنا خلق من خلق الله وعباد الله وملكه يدبرنا كيف يشاء إن شاء أعطانا إن شاء منعنا إن شاء مدعمارنا إن شاء قبض رواحنا إن شاء رزقنا إن شاء أعطى إن شاء أمسك إن شاء رفع إن شاء خفض عباد الخلق خلقه والأمر أمره إن لله وإن له راجعون ما في إنسان لن يردعون يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادح فملاقيه ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وقالوا سمعنا وآطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فهذه الدنيا ما له الزوال على أي حال عشت مبسوط غير مبسوط عندك ما عندك غني فقير عزيز دليل طالب ممظف ظالم مظلوم لابد أن تغادر الكل سيغادر قادرها محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون فما هي إلا مؤقتة دار ممر وليس الدار مقر فلذلك قال الصبر على المقدور والصبر على المأمور يعني الأوامر التي أمر المسلم امتثالها فيصبر على توحيد الله يصبر على قام الصلاة وأمر أهلك بالصلاة يصبر عليها يصبر على الصيام يصبر على الحج والتعاب والتكاليفة يصبر على طاعة الله على الذكر على قراءة القرآن على بر الوالدين طاعة كثيرة فيحبس نفسه ويجاهدها والذين يجاهد فينا لنهديانهم سبولا يجاهد على أن تقوم بما أمر به وهذا من توفيق الله عز وجل وإن لم يُعِنك الله فأنت المخذول الشئة ما بيت مهما تكون قويا ذكيا صحيحا معافة إذا ما وفقك الله ما أعانك ما تستطيع كم الإنسان رياضي ولا يصلي كم الإنسان عنده قوة تحمل ولا يصوم كم الإنسان عنده ما عنده من الذكاء والأموال يضرب أخماس بأسداس لكن ما يُعِد حق الله عز وجل فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أو لمعاذ قال والله إني لأحبك فلا تدع أن تقول دبرا كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك نعم قال جل وعلا إياك نعبد وإياك إياك نستعين العبادة استعانا فرد من أفراد العبادة لكن خصه الله بالذكر لأنه ما تمكن أن يعبو الإنسان إلا بعون من الله والله إذا ما عانك الله ما تستطيع تسبع إلا تسبيع الشيء الثالث سبحان الله سهل جدا صح سبحان الله ما تستطيع إذا ما أعانك الله فأنت حاجة ماسة ضرورية لن تستغني عن عون الله ولا طرفة عيد فأنت بالله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله فتحتاج إلى الصبر وعون من الله لن تصبر حتى تقيم ما أمرك الله النوع الثالث من الصبر قلنا صبر على المقدور وصبر على المأمور وصبر عن المحظور والمحظورات المنهيات الحدود التي حدى الله عز وجل فأمرك ونهاك أمرك أن تفعل ونهاك أن لا تفعل فبر الوالدين مأمور وعقوق الوالدين محظور صلة الأرحام مأمور قطعة الأرحام محظور شاء كثيرة محظورة عليك لا تقتاب لا تكذب لا تشتم لا تلعن لا تستهزئ لا تحتقر لا تنظر إلى محرم الله لا تسمع إلى محرم الله لا تأكل محرم الله حدود فهنا تحتاج لماذا؟ إلى أن تصبر عن معصية الله فقيل هنا صبر على المقدور وصبر على المأمور وصبر على المحظور أشدها الصبر على المأمور لأن الصبر على المحظور وإن كان شديدا خاصة إذا كان شيء مغري جدا لكن هو كف تمنع منك أنك ما تفعل ورجل دعا تمرأة ذات منصبة وجمال فقال أني خاف الله يعني العرض خطير جدا منصب وجمال وهي اللي تدعوه ويقول أني أخاف الله أو يُعرض إنسان رشوة والأموال الحرام مغرية فمع ذلك يخاف الله وما يأكلها فيكون ذاك شديدا لكن المحظور مجرد كف يكف ما يفعل لكن المأمور أمر إيجابي يأتي به فما أمرنا بالامتثاله والأتيام به أصعب من مجرد الكف طيب والأمو والصبر على المقدور قد تكون أقدار مؤلمة قالوا صحيح أقدار مؤلمة وتكون أقدار عظيمة كهؤلاء الآن الذين يعانون من القصف والتشريد والحصار الناس الأبنياء في الغوطة وغير الغوطة شيء عظيم أصابهم من طغيان الطغاة صلى الله أن يرفع عنهم البلاء فهؤلاء يحتاجون الصبر لكن قالوا طيب إذا ما صبرت ماذا تفعل لأن أصلا الصبر على المقدور ليس أمام كل هذا الخيار يا ما تصبر يا ما ماذا تفعل لكن الصبر على المأمور ممكن يصلي ممكن يذهب ما يصلي ممكن يسمع على ذا يقول بعدين صبر عن المحظور يمكن ما يصبر يقول خلينا نستمتع نتوب بعدين ممكن لكن الأمر المقدور قدر الله عليك ماذا تفعل يعني ما يقص أمام كله إلا أن إلا أن تصبر فصار أعظم أنواع الصبر بالجملة بالجملة هو الصبر على ماذا على المأمور على أداء المأمورات والتي من أجلها أن توحد الله وتدعو للتوحيد في بعض البلاد عافان الله عز وجل اللي وحد الله ممكن يقتل لأنه وحد الله إذا اللي ينهى على الشرك يقتل قل أنت تسب الأولياء شف فأم أهلك بصاد وصبع قال جل وعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصبر كما صبر وللعزم من الرسل يعني على على الدعوة للتوحيد قال جل وعلا وأمر بالمعروف وانهى على المنكر قال واصبر على ما أصابك إن ذاك من عزم الأمور فبالجملة أعظمها الصبر على المأمور ثم الصبر عن المحذور ثم الصبر على المقدور قال فبالأمرين الأوليين يكمل عبد نفسه ما هم الأمران اللي هو الإيمان والعمل وبالأمرين الآخرين أو الأخيرين يكمل غيره بتكميل أمور الأربعة يعني التواصي الحق والتواصي بالصبر يقول قد سلم من فعل الأربعة هذه قد سلم من الخسار وفاز الربح العظيم والله تعالى علم وصلى الله وسلم ومبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين